مهاجرين كثير جوداد لسه بيجايين و بيجوا امريكا لفترة ديت و القانين مش عارفين يعملوا ايه القانين بسبب فوز دونالد ترامب و القانين انه هما يروحوا فين عشان الدنيا بقيت غالية يروحوا نيويورك ولا يروحوا كاليفورنيا ولا يعملوا ايه ولا هما ممكن يروحوا حاجات فيها كثير زي مثل كامبرلاند في ميرلاند اللي بتدي مثلا لغاية عشرين الف دولارة عشان الاسر تروح تسكن فيها ولا يروحوا الاسكا ولا يروحوا فين خلينا نقول ان اكبر مشكلة ممكن تواجه الناس اللي جاية امريكا ان هي في عصر واحد زي دونالد ترامب ان هما الناس اللي بتعمل حاجات مش مزبوطة يعني طول ما انت هتمشي قانوني طول ما الدنيا هتليها تمام و زي الفل المشكلة كلها اللي هيبقى عند بيعمل حاجات مش قانونية هيعمل حاجات مش مزبوطة هيبلغ بحاجات مش مزبوطة هيقدم حاجات غلط هيعمل اي حاجة مش شكل دوت امشي صح هتليها الدينية تمام دونالد ترامب عين واحد جديد يعني في الفريق بتاعه اللي هيبقى موجود هيبقى مسؤول عن الامن بتاع والنقل والحاجات دي بتاع الحاجات الخاصة بالإميغريشن او بإدارة الهجرة عشان الناس اللي هم عايز يرحرهم الرجل الجديد ده ده ارصا يعني تام ده ده اشتغل مع كذا رئيس هو معروف انه هو صارم جدا في تعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وهو كان عامل الازمة لما ترامب كان موجود لما فصلوا الابناء عن دويهم ورحلوا دويهم وخللوا الابناء وحاجات كده ومشاكل يعني وحاجات بالشكل ده وحاجزوا الاطفال وقصة يعني القصة كلها ان ترامب عايز يوفي بوعوده انتخابية فهو ناوي انه هو يعمل حمل الترحيلات كبيرة للناس المهاجرين غير الشرعيين اللي هم عملوا جرايم او المهاجرين غير الشرعين بشكل عام اللي هم لسه عندهم شتاتس كويس وعايز يلقي القوانين اللي كان عملها بايدن الخاصة بالناس المهاجرين غير الشرعيين اللي دخلوا لماكسيك من خلال الكامب وطلعوا بقوانين عشان تديهم حق اللجوء والكلام ده عايز يلقي القوانين ديت فهيحاولوا انهم يعملوا ترحيلات كبيرة للناس دي والناس اللي عاملين حاجات عليهم اواضي او عندهم مشاكل تستدعي الترحيل هييفعل القوانين انهم يخليهم يترحلوا كويس هيبقوا مركزين جدا في القصة ديت فدي مشكلة بالنسبة للغير شرعي كويس يعني اللي غير شرعي و زي ما كنا قلنا قبل كده اللي عنده معاملة اللي عنده حاجة اللي يقدر يعملها عشان يحسن يزبط وضعه او يعني يخلي وجوده قانوني يبدأ فيها من دلوقتي ما يتأخرش كويس اللي عايز عنده مثلا متجوز و عايز يعمل لم شامل سائم للزوج او الزوجة او الكلام دوت يبدأ اللي عنده قضية اللي عنده حاجة يبدأ فيها و اللي عنده معاملة زي مثلا لي هيجدد جرين كارد هيقدم على جرين كارد هيقدم على جنسية هيقدم على حاجة يبدأ فيها ما يتأخرش عشان حاجات ديت في الغالب هيبقى فيها ضغط كبير و اللي اخبطها هممكن تحصل متوقعة تخلي فيه تأخير جدا في المواعيد بعد كده كويس بس اللي موجود بشكل رسمي تمام و ما عنده مشكلة تمام يعني مش هلاقي عنده ازمة مع ترامب ترامب عايز يعمل حاجات مختلفة الحاجات ديت ممكن فيها حاجات كويسة و حاجات وحشة ترامب عايز يلغي مثلا وزارة التربية و التعليم ويرجحها ان هي بدل ما يبقى ليها مكتب موجود في واشنطن دي سي ان هي ترجع للإدارة اللي يبقى فيه زي وزارة موجودة في كل ستيت و هذا موجود بالفعل فهو شايف انه ملهاش لازمة أصلا تكليفي على الفاضي انه فيه وزارة كبيرة لان كل ستيت بتنزل مناحيجها و بتعمل حاجاتها بنفسها ترامب عايز يعمل حاجات تمنع فيها مواضيع التحاول الجنسي للأطفال و درستها و حاجات بالشكل دوت و دي حاجات كويسة و هيمنع الدعم عن المدارس اللي هي بالشكل دوت طيب قلينا نرجع بقى للنقطة المهمة ان المهاجر الجاي جديد يروح فين هل يروح مثلا نيويورك نيويورك سيدي يروح كاليفورنيا ولا يروح مثلا مدينة حتى الخيصة تبقى الدنيا لسه فيها الخيصة فهي عرف عيش ولا يروح حتى زي كمبرلاند و ألاسكا و غيره كمبرلاند في ميرلاند او كده بحيث ان هو يعني كمبرلاند بيدو للعائلات اللي بتعمل ري لوكيشن فيها او تنتقل اقامة فيها او تنتقل اقامة فيها بيدوهم بينفتس توصل عشرين الف دولار لو انت هتعمل اقامة فيها و انت معاك اقامة شرعية في البلد و هتشتغل هناك سواء انت عندك بزنس مثلا او انت هتشتغل اونلاين عند شركة تانية و انت هناك او تشتغل في مكان هناك و هم تقعد هناك و لازم تقعد هناك على الأرل خمس سنين تقيم من مدة خمس سنين فهناك مش معنى ان مطلعش اجازات بس الاقامة تبقى هناك مدة خمس سنين و طبعا معايا نخش المدارس و الكلام دوت فتاخد دوت و راه تروح تشتري البيت هناك ممكن كمان تاخد عشر تلاف درار زيادة دعم في شراء البيت و فيها حدث كده كتير هنا في امريكا انا احسن الاجابة النموذجية او الافضل ان كل واحد هتبقى ظروفه مختلفة على التانية بشكل عام مهاجر جديد لغته مسلا لسه ضعيفة و مش عنده شغل ولا عارف هو يشتغل ايه ولا عارف هيعمل ايه لما يروح حتة اللي هي بيسموها out of nowhere ان هو يروح مسلا ميد وست او يروح ان هو حتة فاضية او حتة فيها بنافتز زي كمبرلاند او كده هي ممكن تبقى رخيصة بس هاييب شغل ازاي اهم حاجة عندك الدخل حلو؟ المكان اللي هيبقى فيه دخل هيبقى كويس نيويورك سيدي ما عادتش زي الاول بقى فيها ضغط مهاجرين غير شرعين ضخم جدا اه مخلي الفرص العمل قليلة جدا ما عادتش زي الاول انا بقوله هوض ما عادتش زي الاول كان زمان كانت فيها شغل دلوقتي الشغل اقل لان فيه ناس كتيرة غير شرعين موجودين وممكن ياخدوا ملالين انا شفت ناس بتدور ان هي تشتغل الصعب خمسة دلار في نيويورك سيدي خمسة دلار اللي هو ولا حاجة تمام؟ فالموضوع هيبقى صعب وكمان الرجارات بقت رهيبة هناك بتتكلم في 2003 اقل شقة اقل شقة في نيويورك سيدي فانت بتتكلم في ما فيش او تروح حدث خطر فده مش صح مش لازم تروح احسن حتة بس حتة معقولة تسكن فيها خاصة لو يكون معاك عيدة تمام؟ ثماني يا شباب سوري خصوان لو معاك عيدة تمام؟ طيب حاجة كمان انا عايز اروح فين طيب غير كده شوف مكان تبقى عارف فيه حد هيجيب لك الشغل قريب معرفة غيره او تدور على سكة للشغل قبل ما تيجي بحيث تيجي تبقى الدنيا سلكة شوية مش اكيد انا هتبقى بتاع بس تبقى شايف ان حتة هتلاقي فيها شغل طول ما هيدخول لك دخل طول ما انت ممكن ايه الدنيا تمشي معاك لكن او الدنيا كده و جيت كده هتلاقي الدنيا من اخبطها كمان لما تيجي على مكان اسكن فيه و خليك فيه متعودش تنيل كل شوية لغاية لما تستخر و تزبط امورك يبقى معاك من مكاسب شغلك اللي خليك تقدر تنقل و لما تيجي تنقل يكون عندك شغل في المكان اللي هتروحه قبل ما تنقل فيه عشان تكلفة اللي غالية من اماكن اللي مشهورة اللي بدي اخد ناس كتيرة دلوقتي تكساس تكساس فيها شغل كتير و حاجات كتيرة بس مش احسن حاجة الاقتصاد كله متأسر بشكل عام فتدور و شوف و اعمل سرش كويس قبل ما تيجي و ما تاخدش بالاسامي او الكلام الكبير عالفاضي الاماكن اللي بتدي بنافتس زي المودة اللي بتدي بنافتس و غيره دول مش بيدوها من فراغ ده بيكون الاماكن ديت السكان فيها بيمشوا لعن فيها اكيد مشاكل في المدينة صبعا الشغل هو قليل ما فيه شغل فيه مشاكل اقتصادية في غيره اه 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 فاكيد مش همشوا من فراغ فابيدو بنافس عشان ناس تروح عشان كده فانت متروحش حتة وانت لسه رايح و جاي و مش عارف اي حاجة شوف الدنيا قبل ما تيجي بتعمل حاجة كمان شراء البيوت مش اي حاجة تشتري فيها شراء البيوت ذه محتاج تبقى عدت فترة في مكان بقى عندك شغل و بقى عندك حاجات و اكيد ستعمل فيها لان مش كل حتة تشتري فيها بيت تجي تبيع وتكسب فيه فيه اماكن اصعار فيها تنزل خصوصا اماكن الناس بتمشي منها فدي نقطة مهمة وتحياتي لجميع و اتمنى دايما السلامة للجميع و ربنا يسلم الجميع و لو فيه اي حاجة عايزين تسألوا عليها عرفونا تحياتي ترجمة نانسي قنقر